هايزين نستمر ورده في منضوع الارقام وانا شخصين على صعيدة الشخص يعني انا بحب الارقام الارقام لا تكذب ولا تتجمب احمد احنا عندنا لو قلنا الارقام احنا مشوار النادي الاهلي في البطولة الافريقية نسخة 11 او البطولة 11 لنادي الاهلي هو لعب 14 مباراة زي ما احنا شايفين لعب 14 مباراة فاز في 9 تعادل في 3 خسارة في مبارتين الارقام دي تشوفها ازاي كمان هو سجل 27 جون استقبلت شباك 10 جون شباك نظيفة في 9 مقابلات معدل الاستحواز على الكورة في مجمل المباراة 54 في المية تشوف الارقام دي ازاي الاقرام بتدي دلالات طبعا بشكل كبير على الشغل الفني اللي كان بيعمله قولر مع الاهلي بداية من ضربة البداية في ضرب الابطال في ضرب الاثنين ودراتين مع الاتحادن والمستيري كان البداية قوية جدا طبعا مع دور المجموعات الوضع اختلف شوية بالهزيمة الاولى من الهلال خارج الديار وعلى فكرة برضو يعني نازم نقول اللي احنا ما كسبناش الهلال خالص حتى في فترات كبيرة بتاعت مانو الجوزين في ايام العصر ازاي بالمانو الجوزين ما كسبناش الهلال على ارضه اصلا يعني فهو طبيعي الملعب والزروف والاجواء والوقت اللي بتلعب في المباراة الاهلي ما بيعرفش يقدم كورة كويسة قدام فرير الهلال مع ماتش ساندونز يعني احنا الاهلي لعب بعد ما اتغلب خمسة اتنين من ساندونز في ضرب الابطال وبعدين بعد ماتش ساندونز الاهلي ما اتغلبش ولا ماتش سواء محليا او افريقيا 16 مباراة كسب 14 وتعادل اتنين ده يدي دلالات ان كورة برضو زي ما هاني كان بيقول دلوقتي ان الادارة الاهلي تعلمت من اخطاقها وبدأت تتعامل صح مع ملف التحكيم تتعامل صح مع ملف مباراة الزهاب بالنسبة لدار الابطال مع الوداد وصد الوداد بالذات يعني الكورة برضو بدأ يتعلم من اخطاقه وان انا في دور ابطال الظروف تختلف ما ينفعش ساندونز الاهلي كان بيلعب مفتوح قدام ساندونز برا فهيستقبل الاهداف في وقت برضو الظروف بتاعة المباراة بالساعة 3 دي برضو الاهلي بتأثر جدا بالاجواء الكورة اللي تعلم من اخطاقه بدأ يظهر بشكل متوازن خارج الديار يظهر الاهلي ما بيباش عنده اندفاع حجومي وبدأ يعني الطريقة مناسبة جدا لإمكانيات الاهلي فبدأ الطريقة اللي اتغيرت مع شغل الفني اللي اتعامل مع التكتكات اللي عملها دي كورة بدأ تدي نتاج اللي احنا شفناها في الاخير الاهلي قدر انه هو يحقق البطار رقم 11 تعلم من اخطاقه كورة بدأ يحط كان لسه باتحسس طريقه في الاهلي لسه باتحسس شخصيته في الاهلي كورة نقدر من نرفع لكبعة ونقول انه هو رقم واحد في الانجازة فنيا هو كورة اللي غير من شكل وطريقة الاهلي وخل الاهلي هيبة بشكل اكبر خل الاهلي شكل وفرق كتير تعمل حساب الاهلي انا مشكر يعني فريق الاعداد منزلك هو الاحصائيات وارقام كورة مع نادي الاهلي لعب 47 مباراة فاسف 34 تعادل في تسعة وخسر في اربع مباراة ده انت اللي باعت الارقام شكرا شكرا جزيلا والله فريق الاعداد ده حد محترم جدا والله بيقولولنا انه مش احنا اللي عملنا ده ده زمننا احمد عبد الحميد شكرا شكرا جزيلا والله بجد يعني ان انت تنسب المجهود لصاحب المجهود فانا بشكركم الرجال مارسل كولر الاهلي مع مارسل كولر بيسجل 88 جون وهو بيتسكن شباكه 28 جون في كل البطولات 28 جون في كل البطولات اه بعد كأس العالم عند ايه والله من الدول مجمل كل البطولات كمان مارسل كولر مع الاهلي في كل البطولات فاز بالسوبر المصر على حساب الزمالك وبيرامت فاز بكأس مصر على حساب بيرميت فاز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي كولر عمل حالة حالة بتسعة شهور ماذا ما فيش مدرب أي مدرب جديد بيجي لسه يتحسس خطواتهم على الأهلي لسه بيجرب طريقة لسه يتعرف على اللعيبة وممكنات اللعيبة بياخد وقت كولر أه يعني كانت البداية بالنسبة للأهلي ما كانش لسه الشكل الفني بدأ يحط يده عليه بشكل أكبر بدأ بطريقة اللي كان بيلعب بها دايماً أعتقد بشكل كبير في وجود صنع علعاب زي أفشا وبدأ بعد شوية يبدأ يخلق الأدوار مختلفة للعيبة احنا شوفنا كريم فيوقت بلعب جناح كريم فيوقت كان بلعب ظاهر أيمن هو أخده لعب جناح كان هداف الأهلي فترة ربنا جا 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 هو بالسلامة طبعاً كان هداف الأهلي فترة كولر الأولى بالنسبة للجناح كان كولر عنده أزمة شوية إنه هو عايز جناح يمين بلعب رجلي الشمال فخلى بيرسيته وبعد ما رجع من الإصابة والأهل يصبر عليه بشكل كويس وعالجه بشكل كويس وكولر وظفه بشكل جيد جداً والجناح بتاعه اللي هو بيخش في العمق ويقدر يعمل بساطة يقدر يعمل الوانتوهات يقدر يعمل حتى أسستات حسين الشاحات وبرس يتاو كان عاملين منظومة كويسة جداً في خط الكولر الموجودة 4-3-3 مرة وانا عطيه ما جاء له جاء له حل له يعني قزمة جبيرة جداً في خطر وسط احنا عارفين حمدي فتحي وقاليو ديانجي ومروان عطيه أصلاً بلعوش حمدي وديانجي بلعوش تمانية كولر يعني عمل لأضلته في مروان عطيه لأضلته في مروان عطيه إنه اللي يقدر في رقم 6 وعمل توظيف لحمدي فتحي وقاليو ديانجي بالنسبة لحمدي فتحي كان بلعك مهاجم تاني شادو سترايكر يعني كمان حتى بيقدر يكمل مع الهجوم بالنسبة لكاربا أو محمد شريف ومتشك كتير شوفناه حتى في الدور المحلي شوفناه في دور الأبطال ويسجل أهداف كاربا ما رجع من الإقاف حط رجله صح بدأ يوظفه صح كاربا أصلاً مش مهاجم بس يدر يخليه في مكان ووصل بكل كاربا هداف شكراً